تصاعد متسارع لواقع العمليات العسكرية في صعدة وتقدم يفتح الباب أمام الجيش الوطني للسيطرة على أكثر المناطق أهمية في الصراع مع جماعة الحوثي هذا ما تبدو عليه معارك الساعات الماضية في المحافظة التي تمثل المركز الرئيسي لميليشيا الحوثي قوات الجيش الوطني أعلنت تمكنها من تحرير مناطق عديدة في الملاحظ بمديرية الظاهر فيما تمكنت من تحرير خمسة مواقع استراتيجية في مديرية رازح بالمحافظة والتي تعد من المناطق القريبة من معقل ميليشيا الحوثي في مران وتستمد رازح أهميتها بحسب عسكريين كونها تقع على مفترق الطوق في جنوب صعدة وغربها بالإضافة إلى محاذاتها للسعودية ولأن محافظة صعدة تملك أطرافا جغرافية عديدة من حيث اتصالها بعدة محافظات أهمها عمران محجة فإن التقدم العسكري فيها يمثل تزايدا في إمكانية تغير واقع المواجهات لصالح الجيش الوطني وذلك باعتبار أن السيطرة على مناطق عديدة في المحافظة ستغير من مسار الحرب كما يقول عسكريون وسينعكس ذلك سلبا بدرجة كبيرة على الحوثيين وكالة سباء الحكومية ذكرت أن قوات الجيش استكملت السيطرة على مثلث مران وكذا مبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية وأضافت الوكالة أن قوات الجيش والتحالف تواصل التقدم نحو مديرية حيدان معارك متصاعدة إذن تشهدها صعدة واتساع لدائرة المعارك العسكرية للشرعية والتحالف وبحزب التقديرات العسكرية فإن السيطرة على مناطق جديدة في المحافظة سيقرب الجيش من العاصمة باعتبار أن صعدة تمثل إحدى بوابات صنعاء من الجهة الشمالية اشتركوا في القناة